اشتركوا في القناة في عربي 21 اعتقال مئة فلسطيني يوميا بالداخل المحتل وتشكيل لجان شعبية في موقع راسام واشنطن تستخدم تنظيم الدولة داعش ذريعة للبقاء في العراق في الهيئانات التعليم بالعراق في مهب الريح والجهات المسؤولة غير جادة في المعالجة في العربي الجديد جنود امريكيون يكشفون اسرار نووية خلال مراجعة معلوماتهم على الانترنت ماركس تراتفور دعم اسرائيل ينهار وامريكا ستكون اكثر صرامة معها بعد معركة غزة وفي القارديان عمق الفساد في الحزب الجمهوري يظهر من عرقلته تشكيل لجنة تحقيق في اقتحام الكونغرس السلام عليكم دعت قيادة انتفاضة تشرين جماهيرها في كل المحافظات للتظاهر في بغداد يوم الخامس والعشرين من ايار للمطالبة عن كشف قتلت المتظاهرين ومحاكمتهم وكان اخر من قتل من قيادة التظاهرات والناشط ايهاب الوزني الذي اقتلته الميليشيات في مدينة كربلاء لقد كانت استجابة جماهير انتفاضة تشرين جيدة ولبت الدعوة على افضل وجه حيث كان ميدان التحرير في العاصمة بغداد يعج بالمتظاهرين منذ بداية يوم الخامس والعشرين من ايار وكذلك في ساحة النسور وسط بغداد وكالعادة استخدمت القوات الامنية القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين راح ضحيته عشرات الجرحى وشهداء ورغم استخدام القوة الا ان المتظاهرين كانوا صامدين ومصرين على تحقيق كل مطالبهم ان المتابعة للشأن العراقي وعن قرب اصبح على قناعة تامة بان انتفاضة تشرين قدمت نفسها كنظام سياسي بديل للنظام الطائفي الحالي من خلال مشروعها السياسي واصرارها على تنفيذه رغم كل التضحيات التي قدمتها ورغم كل القمع الذي واجهته خصوصا وان حاضنتها الشعبية بدأت تكبر وتتوسع لتشمل اغلب الجغرافيا العراقية وبكل تنوعاتها المذهبية والعرقية فعلى المجتمع الدولي ان يتعامل معها ككيان سياسي بديل للسلطة الحاكمة في العراق لما تحمله من مشروع ورؤية واضحة عن الدولة وادارتها ومؤسساتها وعلى السلطة الحاكمة في العراق وجميع احزابها ان تدرك جيدا بان القتل والتهديد لن يفك من عزيمة رجال الانتفاضة وقد جربوا سابقا ولم يستطيعوا تحقيق مآربهم في تفكيك الانتفاضة وتشتيت قيادتها سواء بالتهديد او بالترغيب من خلال المال الفاسد او منح مناصب لبعض رجالاتها ليكمموا افواها البقية وان عليهم ان يدركوا بان العدالة والمحاكم تنتظرهم على مقترفة ايديهم من اجرام ضد المتظاهرين سواء في المحاكم الدولية او في القضاء والمحاكم المحلية العراقية وان كل ما سرق من المال العام سوف يعود الى خزينة الدولة دون نقصان اما القوات الامنية فعليها الانحياز للشعب والمتظاهرين في نفس الوقت ولا تتورط بدماء اخوانهم الابرياء الذين يحملون هم العراق ومواجهة اعدائه بصدور عارئ التأكيد على رفض العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية التي دمرت العراق واوصلته الى ما لا يحمد عقباه من قتل وفساد وتهجير للسكان وتغيير للديمغرافية الذي تعمل عليه الميليشيات الطائفية خصوصا في المناطق المنكوبة لهذا رفع المتظاهرون شعار الشعب يريد اسقاط النظام يواجه هذا المشروع اعتراضات من اطراف عديدة اخرى نظرا للاضرار الاقتصادية التي ستلحق بالعراق فقد قال وزير النقل الاسبق عامر عبدالجبار انه نبه مبكرا لمخاطر هذا المشروع على الاقتصاد العراقي لا جدوى اقتصادية للعراق من ورائه يهمش ميناء الفاو ويخدم السياسات الايرانية في كل من العراق وسوريا علاوة على الكلف الباهظة التي يتحملها العراق لانجازه هذا ما اجمع عليه الخبراء والمختصون في تقييمهم لمشروع الربط السككي مع ايران والذي تصر حكومة الكاظم على السير قدما لتحقيقه ففيما يخطو مشروع ميناء الفاو خطوة الى الامام وخطوات الى الخلف مصطدما بالعديد من العقبات اعلن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الشهر الجاري موافقة حكومته على اتفاقية خط السكك الحديد بين مدينتي البصر والشلامج في الجانب الايراني الذي سيمتد لاحقا الى الموانئ السورية وان المفاوضات مع ايران وصلت مراحلها النهائية ودأب المسؤولون العراقيون على الترويج لمشاريع ايران بالقول انها جاءت في صالح العراق ففي تغريدة الله على موقع تويتر قال الكاظمي ان هذا المشروع سيصل العراق بشمال الصين وسيخلق فرص عمل كثير لكن العديد من الشخصيات والمراكز المتخصصة لم تجد فرص عمل مهمة في قطار يمر بالعراق في طريقه الى سويا فيما وصفه موقع نشرة الاعمار الدولية جي سي آر البريطاني بانه وسيلة لتقريب ايران من سوريا الموانئ العراقية ستحرم من عوائد وجور السفن والوكلات والخدمات البحرية ودعا وزير النقل في تصريح صحفية الحكومة العراقية ان تطالب ايران خلال المفاوضات باعادة منطقة شرط العرب للعراق وان تفتح منافذ المياه التي اغلقتها على الانهار العراقية كشرط لمنحها الرب السككي يقول الكاتب علي الكاش لا احد من العراقيين باستثناء الطبقة السياسية الحاكمة من النواب والوزراء وزعماء الكتل السياسية والقضاة والمستفيدين من اقدر عملية سياسية شهدها العالم القديم والحديث لا يرغب بالاصلاح ولكن عندما يتحدث الفاسدون عن الاصلاح فالامر يدعو للسخرية كأنك تشاهد مسرحيتا فيها يضحك فيها الموثلون على المتفرجين الفساد هو كينونية النظام القائم في العراق فهو بنية النظام ويبدأ من اعلى الهرم المتمثل بالسلطات الثلاث وينتهي عند اصغر عنصر ولائي في الحجد الشعبي واذا كان رئيس الجمهورية وربيبه رئيس الوزراء والمدعي العام وجميع القضاة والوزراء والنواب بلا استثناء فاسدين فمن يستطيع ان يحارب الفساد؟ واذا كان الفاسدون تحميهم اذرع عسكرية لا تستطيع الحكومة ان تواجهها فمن يستطيع ان يقف امامها؟ واذا كان رئيس تحالف الفتح هادي العامري يقول بانه ابن ابوه القاضي الذي لا يخضع لمشيئته فأي قاض يجسر على فتح ملفات الفساد؟ واذا كانت هيئة النزاهة مفصلة حسب قياس الحصص الطائفية وكل حزب له ممثل فيها فهل تستطيع ان تنفذ مهماتها بصورة صحيحة؟ وتجرم من يلقمها الطعام الغني بالفيتامينات؟ واذا كانت لجنة النزاهة النيابية تضم ثعالب الفساد المراوغة فهل تجرؤ ان تفتح اي ملف فساد وجميع اطرافها مدانون برشاوة وصفقات فساد؟ بعد نوم رغيد لرئيس الجمهورية في القصر الرئاسي الذي كان يحلم ان يكون يوما موظفا فيه نوم استغرق اربع سنوات استيقظ الرئيس الفطن فجأة وباغت الشعب العراقي بان في العراق فساد بقيمة 150 مليار دولار وجمع بعض القضاة والقانونيين لصياغة مقترح لمعالجة الفساد المستشري في كل زوايا العراق واسترداد المبلغ المنهوب ووفقا لطريقة الحكومة الذكية في تسجيع الفاسدين من خلال يعفائهم بنسبة 50% من قيمة المسروقات واسترداد المتبقي منهم يقول الكاتب كلمة اخيرة للرئيس المتثائب اخلد الى النوم يا رئيس الجمهورية فما فاز الا النوم واترك العراق وشعبه الى رب الرحيم واكفاكم ضحكا ضحكا على هذا الشعب المسكين لم يتم عرض اي قانون لتطبيع على التصويت في البرلمان التونسي لكن ما حصل هو تعطي المسار مناقشته في اللجان والامتحان القادم هو التالي هل سيتم منح قانون تجريم التطبيع امكانية تجاوز اللجان الى الجسة العامة اذ يبدو ان المناورات ستتركز هناك تحديدا تبنى البرلمان السوري سنة 1963 صيغة القانون الصادرة عن الجامعة العربية وما زالت قوانين مناهضة التطبيع سارية بهذا الشأن حتى الوقت الحالي وترتكز هذه القوانين بشكل اساسي على العلاقات التجارية التي كانت هي الشكل الاساسي للمشاركة المدنية غير الحكومية عبر الحدود ثالثا المثال العراقي الذي تعود فيه اول مادة قانونية مخصصة على تجريم التطبيع الى سنة 1969 اذ تنص المادة 201 على انه يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها ما يهمنا الان هو ما سيحصل في السياق التونسي حدثي بناء على بعض المعطيات الاولية يقول ان التوجه الذي سيناور بالقانون الذي اقترحته الكتلة الديمقراطية التيار الديمقراطي وحركة الشعب سيبدأ اساسا بالضغط من اجل انتظار استشارة من رئاسة الجهورية وستعول اساسا على عدم تحمس الرئيس لمصطلح التطبيع ثم ستعول على عدم ختمه بعد تمريره سيكون اختبارا قويا للرئاسة التونسية ومن الواضح ان فخ عدم تمريره سيعود بالوبال على صورة الرئيس الذي تمسك دائما بالتأكيد على مبدأ تخوين اي بمعنى انكار للحق الفلسطيني ادارة المواجهة من صميم العمل المقاوم في صناعة الوعي المقاوم في ذهنية الفلسطيني والعربي والمسلمين بل والاحرار في العالم بان التحول من امتلاك القوة الى ادارة المواجهة لاحداث التغيير في الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي بعد سنوات طويلة حاول فيها تغيير المفاهيم بحيث التسليم بان الاحتلال جزء من المنطقة عبر التطبيع والتنسيق اكثر مما احدثت الامني المواجهة الاخيرة هو تغيير تلك المفاهيم بل اوجدت اولويات اكثر اهمية مثلما الحال مع القدس التي عادت للواجهة وعنوانا للصراع مع الاحتلال عادت اللد والقدس ورام الله وام الفحم الى الوعي الفعلي بالصراع مع الاحتلال مهما مر من الوقت فقد عادت لسيرورتها الاولى في مواجهة الاحتلال مطلوب وطنيا البناء على ذلك واستثمار ما حدث لترسيخ المفاهيم والمحافظة على حضور القضايا الوطنية بعد ان نجحت المقاومة في فرضها وتغيير المفاهيم من نماذج ذلك ما قدمه يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة من خطاب المفاهيم التي تمكن من قيادة المواجهة وهو خطاب غير مسبوق منذ سنوات لقيادي فلسطيني فيه من الثقة والعنفوان والقوة الكثير الذي ركز على التنكيل بالاحتلال واظهار ضعفه وهشاشته مستندا الى ما حققته الجولة الاخيرة من انجازات فلسطينية والتي يحسب له الى جانب الضيف وهنية في ادارة المواجهة برفقة قيادة حماس مجتمعاتا الخطاب الداعم لاعادة الترتيب البعد الوطني واعادة رص الصفوف مجددا واستحضار للرموز الوطنية وفي مقدمتها الشهيد ياسر عرفات تغيير المفاهيم لدى الجيل الفلسطيني الذي يقود الصراع مع الاحتلال بان الفلسطيني في غزة هو عنوان التحدي ورأس الحربة الى جانب الفلسطيني في اللد والرملة ويافة وام الفحم والقدس ونابلس والخليل وراملة ولكل منهم اولوية من حيث الادوات بينما تتوحد حول فكرة المواجهة وضرورة التضحية نحو الهدف وحماية القدس من انتهاكات الاحتلال بدأ علي صالح مقالته في صحيفة القدس العربي بفقرات من افتتاحية صحيفتها ارتس الاسرائيلية تقول الصحيفة في افتتاحيتها اننا نتعرض لحرب لسنا من نديرها وبالتأكيد لسنا من ينهيها خاصة ان المدن العربية في اسرائيل فاجأت الجميع بهذه الثورة العارمة ضدنا بعد ان كنا نظن انهم فقدوا بوصلتهم الفلسطينية انهم فعلا اصحاب الارض ومن غير اصحاب الارض يدافع عنها بنفسه وماله واولاده بهذه الشراسة وهذا الكبرياء والتحدي اخر اهمية في هذه الجولة من القتال هي المصداقية التي تحلت بها المقاومة بكل اطيافها وجعلت جماهير القدس والظفة والداخل الفلسطيني تهتف باسمها فقد صدقت بما وعدت به وهي التي حددت سير المعركة وساعة بدئها فهي التي صنعت الفعل وتركت لاسرائيل رد الفعل وهذا شيء غير معهود لم تترك مؤسسات الشرعية الدولية الأمم المتحدة بفروعها المختلفة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة وملحقاتها ومجلس حقوق الإنسان خياراً لشعبنا سوى اللجوء لوسائل أخرى بعد أن خذلته في كل مرة وما زالت وعلى مدى أكثر من نصف قرن ولن نتحدث عن ما سبق فحتى الأمس القريب فشلت الأمم المتحدة ثلاثة مرات في استصدار بيان صحفي باسم مجلس الأمن الدولي حول الحرب على غزة والسبب الموقف الأمريكي المعارض كما العادة وأثبتت تجاربنا بما لا يدع مجالاً للشك على الأقل منذ اتفاق أوسلو المشؤوم أن من يحظى بالتعاطف الدولي الرسمي أو تعاطف الدول الكبرى الممسكة بالقرار الدولي هو من يدوس على القوانين الدولية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أفشلت صواريخ غزة كل السياسات السابقة ولم يعد هناك مكان للمقاومة السلبية ولم تعد تكتفي بيانات الرفض لخطوات الاحتلال الاستيطانية الفلسطيني محمد الحديد استيقظ على مجزرة طالت عائلته ولم يتبقى له سوى طفله عمر إذ أيقظه انفجار ضخم جداً هز مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة هذا الانفجار كأنه وقع في قلبه ولم يدري بداية أن صاروخاً سقط على منزل شقيق زوجته المكون من ثلاثة طوابق وأحاله وغالبية منف منزل إلى رماد مشى الصادم بالنسبة لأب ودع أطفاله الذين خرجوا لساعة من أجل الترويج عن أنفسهم يقول الحديدي الذي لم يتبقى له سوى طفله الصغير عمر كيف لغفوة قصيرة أن تكون الفاصلة في حياتك فتنام ولديك عائلة وتستيقظ وحيداً بلا أحد إلا عمره الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نلقاكم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر